قبل ما تنزل التوراة التوراة بألفين سنة قبل ما ينزل القرآن بألفين سنة خد بالك واحد هنا بعد بيقول ايه كنت اتساءل لماذا انشق الجدار الكعبة ودخلت فاطمة بنت اسد منه لتالد علي عليه السلام اسمع معايا دخل الكعبة وتخرج بعد ثلاثة ايام وهي تحمله وهذا الشق بقي الى الان طب لماذا لم تدخل من ابواب الكعبة في بابين ليه ما دخلتش فبيقول في جماعة قدروا انهم يدخلوا على الكنيس وياخدوا كتاب قديم قديم قوي ممنوع نشر ممنوع حد يمسكوا سرقوا سرقوا اخدوا وصوروا وحطوا زي ما كان شوف مكتوب في ايه اسمع واندهش معايا زمان اندهشت بيقول ايه استهل فانشق له الجدار دخلت لبوة الاسد من صدع الرب ولم تدخل من باب البشر لانه ملوس بالاقدار هناك على البلاطة الدموية الحمراء استهل صارخا فركعت الاصنام وتكسرت السيوف ثم خرجت بعد سلاس تحمل فلقة القمر وكانوا وجوما حول البيت وجوما يعني وقفين مصطلين وهي طالعة إلا من صليل السلسلة في أفق السماء قنقر في طست السرافيل ما عرفتش يعني نقر في طست السرافيل ثم نشأ ثم نشأ كبر فرد الدين وطهر البلاطة من الأوثان اسمع الحتة دي وارتقى كتف الملكوت شوف الكتاب وارتقى كتف الملكوت مين هو الملكوت رم صلي على محمد وآله محمد وكان سيفه أمضى من لهيب النار شعبتان كأنهما لسان تنين موسى ويل لكم من ساعده المفتول حيث يقتلع الباب وتهتز أصوار صهيون حيث يفلق الحجر في القتين بسيفه المسلول ده موجود قبل ألفين ما ينزل الكرآن يعني التوراة عرفت عن محمد وعن رسول وعن العلي بالتفصيل حتى ذكروا أولاد علي بالتفصيل عبد الله بن سلام قال له إيه قال له يا رسول الله أوصافك في كتاب التوراة أقدر أعرفك أكتر ما أوصاف ابني اللي وقف جنبي قدمها بالتفصيل بالتفصيل بالدقة وصفوا ربنا لهم ومحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة